كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي ليست ضد التنمية في دول حوض النيل مؤكدا أن القاهرة ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر حاولت على مدار السنوات الماضية مع إثيوبيا أن تصل إلى اتفاق يضمن لدول المصب وهي مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب في مشروع سد النهضة مشيرا إلى أن الجانب الأثيوبي لم يتجاوب في ذلك لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات ولكن كنا بنقول أن أي مشروعات تتعمل في دول حوض النيل تبقى بالتعاون والتنصيق والتوافق مع بعضنا البعض وما زال هذا هو موقف مصر السابت حاولنا على مدار السنوات الماضية أن احنا مع أشقائنا سواء في السودان أو أثيوبيا نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن للدول المصب اللي هي مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الأثيوبي وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوت وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلننا بكل الوضوح وبنعلنه وحنفضل نعلنه أن مصر حتكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة وبالتالي إحنا كان طوال هذه المدة اللي كان بيتبني فيها السد إحنا ما كناش وقفين إحنا كنا ماشيين بالمصار الدبلوماسي ولكن في نفس الوقت كنا شغالين في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الراي في مجال الصرف الصحي ومعالجة المية بحيث إن إحنا لا نتأثر أو يبقى التأثير الضار من إنشاء الشد وملء السد يبقى بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية في تأثير دار حصل؟ آه في تأثير طبعاً ولكن الحمد لله النهاردة مع كل الإجراءات اللي الدولة قامت بيها الحمد لله نقدر نقول إن النهاردة مخزون ومستوى المياه في بحرة السد العالي لم يتأثر محدش تأثر أو شعر إنه فيه نقص ميا ولكن ده كلفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة للدولة عملتها لكن ما زال هناك التحدي مع موضوع التشغيل تشغيل السد إحنا تعدينا مرحلة البناء وملء السد لكن الأهم هو مرحلة التشغيل وهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه المبدأ إن المبدأ ما ينفعش إن دولة تنفذ مشروع لوحدها بعيداً عن إن يكون فيه توافق